مبروك كابتون طارق مبروك الأمور زبطت زبطت بصراحة الفرقة الزمالي فايق يعني لا هقول لك على حاجة حلوة جدا هقول الراجل بصراحة يعني احنا لسه بنتكلم بره وبنحلل وبنشوف خليني اتفق ان مستر جوزيجو ميز بيعمل حاجة مع الفرقة بيشتغل صح عنده حاجة بيعملها عنده طريقة لعبة عنده اسلوب بيحاول يطبقه وبدأ ينجح فيه الفترة الأخيرة صح معا ان انا عندي بعض التحفزات في بعض الحاجات انما الاصل في الموضوع ان انا عندي داتا بيشتغل عليها والداتا دي بدأت تجيب نتائج والحمد لله كمان الميزة عنده ان نوعية وكوالة اللعيب اللي عنده دلوقتي كلهم عندهم المقدر ان هم يعملوا طبقه نفس طريقة لعبة اللي هو عايز يلعب به صح يعني كلهم كويرة كلهم بيستلموا تحت ضغط كويس جدا كلهم بيعرفوا يلفوا بالكورة فالطريقة اللي بيلعب بيها هو طبعا ما كانش حاضر وقت للصفقات انما لو هو هيسعى ان هو يجيب الصفقات دي ما كانش هتجيله بالشكل دي ممكن تقولها من ناحية تانية لو جوزيجو ميز جيه ما قبل هذه الصفقات كان كثير من افكاره دي ما كانش عارفه طبقه ممكن ممكن بالفعل بس هو مش كده لأ هو برضو النقطة دي معلش اختلف معاك فيها النقطة ايه هو هو قريدي دي طريقة لعبه قريدي دي طاع اسلوبه بس فيه هل اللعيبة اللي كانت موجودة قبل الصفقات الجديدة كانش هيعرف يطبق الطريقة دي خلص اه 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 يبقى انت صح مش ان هو مش هيعرف انه اللعيبة مش هتطبق اللي هو عايزه بالفعل ولو كان هو موجود وهيختار اللعيبة دي ممكن ما كانش يجابه دول يعني ممكن ما كانش يجابه فهو حظه حلو قوي ان الكوالتي اللي ينفس طريقة لعبه بقى موجود معاه اسمين عبدالله السعيد لحمد حمد النصر مهر حتى متيبة الصغير حتى كل الناس اللي جات له او اللعيبة اللي جات له جداد مع كمان مع كمان عودة فتوح مع عودة زيزه المستوى مع مع ان بعض الاماكن بقت دلوقتي مش مقلقة بالنسبة للزمالك لا هو الراجل بيحاول يعمل حاجة هو الراجل بيشتغل بشكل يقدر او اللعيبة بتقدر تطبق الشكل خد بالك يا كريم عشان يسيب حسن يتكلم في نقطة مهمة جدا 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 ولسه برضو كنا بنتكلم فيها اصعب حاجة وانت بتلاحف فرقة انك تقعد تجري وراك كورة وده اللي بيعمله مستر جوميز بيجري الفرقة كلها او اللعيبة اللي بتاع الخص وراك كتير انه هو من رجل الرجل من رجل الرجل وفي نفس الوقتي في لها مركزية في التحرك العرضي والتحرك الطولي في كورة بتتعامل في الزمالك بقالها تلات ماتشات وبتتطبق وجبنا والزمالك جاب منها جوان نصر ماهر الماتش اللي فات كورة فتوح النهار ده احمد حمدي مرة جزيري مرة الجون الاولاني فيه اللعبة دي مكررة فواضح ان ده تحفيز وواضح ان ده اللي هو من ورا المدافعين والجناح يخش في العمد بالفعل يعني بالفعل اللي ده بيعمل خلخلة لأي يدفع بيحاول انه هو كله في حالة حركة طول الوقت وامتى المعاد المزبوط اللي قدر اعمل فيه الكرة في ظهر الخص ويكون اللعيب بيتحرك في نفس المعاد وبتلاقي الكرة قدامك انفراد انت وجود فدي حاجة بتتطبق بشكل كويس جدا